السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهل ومرحبا بكم من طلاب الصف الاول الثانوي. نوعدنا الاسبوع معاكم مستر اسماعيل معروف. النهاردة ان شاء الله هنكمل اللي خدناه في الهندسة الحصة اللي فاتت. النهاردة هناخد بقى معارض الخط المستقيم. احنا خلصنا تقسيم القطع المستقيمة سيان كان من الداخل ومن الخارج. وخدنا افكار حلوة جدا. اتمنى كوني استفادته من الحالة اللي فاتت. النهاردة هناخد معارض خط المستقيم. والدرس ده جميل وسهل. هو بس افكاره كثيرة قوي. لكن هو درس سهل وبسيط وجميل. ومر عليك على فكرة في المرحلة الاعدادية. يعني هناخد مع بعض بطريقة سهلة جدا. تعال الاول قبل ان اخد الدرس معارض الخط المستقيم ده. افكرك بشوية حاجات مهمة جدا. انت خدت صف الثالث الاعدادي. معارض الخط المستقيم صاب بتساوي ميم سين زاء الجيم. ايه الميم ده? الميل. فما ينفعش اشرح درس النهاردة ما غير ما اكون عارف يعني ايه كلمة ميل. الميل هو اللي بيحدد اتجاه الخط المستقيم. هو ميل ازاي? شكله ازاي? والميل ده كان ليه قوانين خدناها في المرحلة الاعدادية. لازم اكون اعارفها. لو انا عندي نقطتين موجودين على الخط المستقيم اقدر اجيب الميل سين واحد صاد واحد وسين اتنين صاد اتنين. اشكرا كاني بتجاوب معايا. ايه قالوا الميل? فرق الصادات على فرق السنت. يعني التغير الرأسي على التغير الافق. يعني الصادات فوق والسنات تحت. طيب. به reef داني? قدنا كمان يا مستر لو اديتني الزاوية اللي بيصنعها المستقييم مع الاتجاه الموجب لمحر السنات. الزاوية القطبية يعني. الزاوية الموجهة يعني. الزاوية التي يصنعها المستقييم مع الاتجاه الموجب لمحر السنات? يبقى الميل بتاع اسمه هي. صح? ولو اديتني معارضة الخط المستقيم نفسه. يعني لو عندها خط مستقيم الياس هناخدها النهارة اسمها صورة احداثية او صورة كارتي زية اسمها الف سين زائد بيه صاد اه بتساوي جيم مسلا يعني عندي في معادلة فيها سين وصاد كنا بقول الميل سالب معامل سالب معامل سين على معامل صاد يعني غايب اشارة السين واسيب الصاد زي ما هو بما يديني معاملة فيها سين وصاد يكون الاتنان مع بعض كل دي القوانين الميل خدناها وكنا خدنا ملحوظات هامة جدا على الميل ايه الملحوظات دي قلنا اي مستقيم افقي يبقى ميله صفر ما انا مش اقدر اخد الدرس الجديد ولا اتكلم عليه الا ما اتأكد ان انت عارف الكلام ده وقلنا اي مستقيم رأسي يعني يوازي الصادات ميله غير معرف لا ما تقولش معروف معروف ده اسمي اسمها غير معرف لما يكون المستقيم مرسوم من اليميل للشمال او بيصنع زاوية حده يبقى الميل بتاهم موكب لما يكون المستقيم بيصنع زاوية منفارجة او مرسوم الشمال لمن يبقى الميل بتاعي سالب كل ده مرة علينا في المرحلة الادية ولازم تكون عارفة خدنا لو عندي مستقيم يوازي مستقيم يعني الاتنين متوازين او قطعتين مستقيمتين موجهتين متوازين يعني لهم نفس الاتجاه يعني معنى الكلام ده ان ميل الاول بيسوي ميل التاني لو عندي المستقيم عمودي على مستقيم عندي حاجتين لو انا بديك الميلين بتضرب ميل الاول في ميل التاني سوي سالب واحد او لو اديتك ميل مستقيم سالب تلاتة على الاربعة وطلبت منك ميل العمودي عليه جدع اشكرك بغير الاشارة السالب اخلي موجب وشألب يعني خليها اربعة على الثلاثة يبقى لما دي كميل ولك هتلعب ودي كنا بنغير الاشارة وانشألب كل ده خدناه قبل كده في المرحلة الادية حبيت بس افكرك بسرعة بالحاجات المهمة جدا النهاردة عشان ناخد معادلة الخط المستقيم الدرسي بتاعنا معادلة العنوان بتاعنا اسمه معادلة الخط المستقيم معادلة الخط المستقيم لازم ناخد تعريف الاول يعني حاجة اسمها متجه لان احنا منتكلم عن المتجهات لانسا اخذين متجهات هناخد حاجة اسمها متجه اتجاه الخط المستقيم يعني عايز ناخد تعريف جديد حاجة اسمها متجه اتجاه الخط المستقيم لو عندي مستقيم كده وعايز اجيب متجه اتجاهه يعني ايه كلمة متجه اتجاهه ببساطة جدا لو عارف ترسم او توجد قطع مستقيمة موجهة موجودة على الخط المستقيم ده اسمه متجه اتجاهه ومش شرطه يكون موجود أو بتوازيه يبقى تعريف متجه الاتجاه هو متجه غير صفري ولو صفري ما ينفعش هو متجه غير صفري يمكن تمثيله بقطع مستقيم ما موجهه على الخط المستقيم يبقى أي قطع مستقيم موجهها ما نريه بقول موجهها عشان أبعرف اتجاهها ماشي ازاي يبقى أي قطع مستقيم موجهها قدر أمثلها على الخط المستقيم أو بتوازي الخط المستقيم ده اسمه متجه اتجاه الخط المستقيم قال لك برمزول برمز ايه ايه ده ده متجه في اتجاه الخط المستقيم زيان كان بيوزيه يعني انت اصلا حضرتك يا مستر اقدر اوجد عدد لا نهائي من متجهات اللي بيسموه متجهة اتجاه الخط المستقيم اه ايه واحد بيفهم بقى يقول يعني انت من الاخر عايز تجيب اتجاهه اللي احنا خدناه اللي هو ميله يعني ايوا اشكرك يبقى ميله دي يعني اتجاهه اعجيب بقى متجه اتجاهه ازاي قال لك اسم ايه قال لك هنسميح ان عرضه الف وبقى ايه الف وبقى ده قطعة مستقيمة موجهة قدرت ترسمها على الخط المستقيم او هي بتوازي الخط المستقيم يعني بتحدد لاتجاهه ماشي منين ورايح فين هو ده كلمة ايه لو سميتها الف بيه تقدر تجيب ميل خط المستقيم ايوا ما هي الميلها ساعدتها تساوي بيها على الالف حد تخبره بتساوي ايه بي دي دي الصاد ويه الالف دي السين ايه ده ده هي يا مستر ما طبعا مانا لو قدرت امثل مثلا قطع مستقيمة الف بيه على الخط المستقيم اللي قدامي ده ادي الف ودي بيه مجيبون كده اقول على قطع مستقيم موجهة مين فاكر بجيب الف بيه ازاي به ناقص الف طب لو الالف دي كانت عبارة عن صاد سين واحد وصاد واحد والبيه دي عبارة عن سين اتنين وصاد اتنين مين يقول لي بقى الف بيه هتساوي ايه هنطرح يا مستر ادي الف ودي بيه هترحم من بعض هتبقى سين اتنين ناقص سين واحد وصاد اتنين ناقص صاد واحد يعني دي يتقلب به متجهة تجاه المستقيم اللي ايه اه طب انت قلت دلوقتي المين هتساوي به على الف يعني هأسن الصاد على السين لو انا قسمت حد خباله ايه اللي حصل اه يا مستر بقت فرق الصادات على فرق السينات ايه ده نفس المفهوم اللي خدناه بس احنا بنصيغه بشكل جديد عشان يتناسق مع الوحدة اللي احنا خدناها لقبل دي اللي هي وحدة المتجهات عشان كده اي خط المستقيم عايز اجيب اتجاهه كنا بنعرف تعريف جديد اسمه ومتجه اتجاه الخط المستقيم ايه متجه اتجاه الخط المستقيم هو اي قطع مستقيم واجه اعرف ارسالة مع المستقيم او بيكون بتوازن مستقيم عشان تحدد الاتجاهه ماشي ازاي وبنعبر عنها بصورة احتاسية زي اي صورة مش اي متجه في الدنيا او اي خطع مستقيم واجهها ممكن عبر عنه بدلالة متجهه الوحدة الاساسية ممكن عبر عنه بصورة قطبية ممكن عبر عنه بصورة احدثية احنا بقى نترحان معها بصورة ايه بدلالة متجهه بقى نعبر عنه بصورة احدثية اللي هو عشان وصاب اسمه الف به يبقى ايزا المنخوضة المهمة جدا اللي عايز اعرفها لك احنا قلنا نهارضة الميل بيتجاب بثلاث طرق وانه دلوقتي حالا زودت له طريقة ربعة لو عندي نقطتين موجودين على المستقيم فرق الصادات على فرق السنات وكل ده بيستوي بعض ولو عندي زاوية بيصنها مع الاتجاه الموجة بيبقى زاوية ولو عندي معادلة فيها سين وصاد يبقى سالب معامل سين على معامل صاد طب لو عندي يا مستر متجه اتجاه بقى متجه اتجاه بيحدد اتجاهه وسميناه الفه به اسمه خمسة وثلاثة اسمه اتنين وسبعة نعمل ايه قالك الميل ساعتها هيساوي به على الف يبقى الميل بيساوي به على ايه على الف طب يا مستر لو انا عندي متجه اتجاه وعايز متجه عمودي عليه متجه اتجاه تاني عمودي اه اه طعا نسمي نون مسلا ده ايه نون ده هو متجه عمودي عليه ده اه ده رجيب اه هي هي هنشألب وغير الاشارة مستر اغير مين مش فرق غير اي حاجة يعني اقول سالب بيه وقالف مستر هي سالب وقالف هي زي سالب بيه وسالب الاف اه لان متجه الوحدة ده سيتا اقول لك او بقول لك اهو ان انا لو جبت اي متجه تاني بيه وزي حيث الكاف اي عدد حقيقي غير الصفر هيبقى برضو متجه وحدة يعني متجه الوحدة ده ممكن اضربه في اتنين في خمسة في سالب سبعة اه فانا لو قلت بيه وسالب بيه وقالف او قلت بيه وسالب الاف لاتنين حاجة واحدة لان ده بيحدث لاتنين ده المتضادين طب ما هو الخط المستقيم اصلا بيمشي في الاتجاه ده وبيمشي في الاتجاه المضاد ليه فمش فرق معاي فلو ضربت في سالب هو هو بس ايه المتجه ده لانا عملته ده ده اسمه متجه الوحدة في المتجه عمودي على اتجاه الخط المستقيم اسمه تاني ها متجه اتجاه العمودة على الخط المستقيم دي معلومات أساسية لازل تعرف إزاي بقى نخش في الدرس بقى خلاص أنا كانت طمين تعليك بعد ما عرفتك خد مني الكلمة دي وقع تنسيها مالحوظة لو عايز تجيب خط مستقيم خلي المدرس يحكي ويحكي زي ما عايز يقول ويديك خمسين مطلوب وتلاقي أفكار كتيرة جدا في الدرس ده انت حدد هدفك لازم تحدد حاجتين نقطة ومتجه اتجاه اوه سهلة عليك نقطة وميل لو انت جبت نقطة وميل مفيش مسألة تقصى عليك اي مسألة ما تقدر تجيب لانك لو جبت الميل وقلت لك الميل بسوي اي حاجة تقدر تجيب متجه الاتجاه ازاي يعني يعني قلت لك المستقيم ده منه اتنين وثلاثة مين يقولي بقى متجه الاتجاه اسمه ايه او متجه الاتجاه اللي احنا عرفنا دلوقتي جدع اللي قلت تلاتة واثنين لان اللي تحت هو السين واللي فوق هو صا بس خلاص مختلفة لمعادلة الخط المستقيم اه في عندي تلات صور صورة متجهة وصورة اسمها الصورة البرامترية وفي رواية اخرى بيسموها المعادلتان الوسيطيتان والصورة التانية اسمها الصورة الكارتيزية او بيسموها الصورة الاحداثية طب معيشة مستر بالراح حنية قبل ما قولي كل الكلام ده عايز اقال سوائل حد يعنيه كلمة معادلة الخط المستقيم من اللي كل شوية بنكتابها انا بديك فرصة تقول يعني ايه كلمة يعني ايه معناها ما انت لو فهمت معناها تعرف تفهم ايه السؤال المدرس بنشرح لك ليه كلام ده معارضة الخط المستقيم يا شباب معناها اننا بجيب قانون او علاقة في المستوى الاحداثي سين وصاد تقدر تحدث لي اي نقطة على المستقيم يعني علاقة بين السينات والصادات عشان كنا تلاقي معارض خط المستقيم هي عبارة عن قانون في سين وصاد بربطهم ببعض لو اديتني السين اجيب لك الصادة او اديتني السادة اجيب لك السين بس بشرط تكون موجودة على نفس الخط المستقيم يعني القوانين احنا نكتبها هي بتجيب اي نقطة على الخط المستقيم ايوة اي نقطة طب اي نقطة فيها معرفش قالك هنسمي النقطة دي متجه الموضع بتاعها راق يبقى راق دا المقصود بها اي نقطة عليها زوج مرتبة بسين وصاد على الخط المستقيم ده طب بتسوي ايه النقطة دي قالك بتسوي كاف مستر ايه القاف دي اي نقطة عالمستقيم يعني القاف دي هو متجه موضع اي نقطة معلومة لنا قلتلك لو انا عندي نقطة زائد كاف مني كاف ده ثابت في متجه اتجاه المستقيم يعني مستر انت قلت متجه اتجاه ايوه نقطة زائد متجه اتجاه بس انت بتحط كاف ليه عايز اقولك انه ممكن اجيبتهم خمس ومية نقطة ما هو المستقيم اصلا علي عدد لا نهائي من النقطة لما حطت الكاف واحد جبت نقطة تانية جبت حط كاب اتني جبت نقطة تالتة دي اسمها الصورة المتجه مستر معلش تاني ايه ره ده ما قلتلك هو متجه الموضع لاي نقطة عامة اسمها سين وصاد طب وايه القاف دي دي نقطة مخددة انت بيكون مده لك في السؤال سين واحد وصاد واحد طب وايه اليه ده اليه ده اليه ده متجه اتجاه المستقيم اللي احنا بنجيبه من الميل الاسمه عالفه به طب وايه الكاف ده انا قلتلك اي ثابت اي ثابت غير صفري يبقى دي كلها عارفنا ايه معلومات دي كلها اسمها الصورة المتجه لكوناك تكتب المعادلة بالمنظر ده يبقى انت جبت حاجة اسمها الصورة المتجه للخط المستقيم مش فاهم هتلفن بس تصبر علي لو انا عوضت بجريه بسين وصاد وعوضت الكاف في السين واحد وصاد واحد وعوضت بليه الفه به وجمعت متجهات زي ما اخدنا في الهندسة في الوحدة الاولى تعرف تجيب لي السين لوحدها اه السين هتبقى هنا في السين واحد زائد كاف فالف سين واحد زائد كاف فالف طيب عايز اجيب صاد هتبقى بتسوي صاد واحد زائد كاف به اهو ده كده انا كده هتبتهم من معادلتين دول اسمهم المعادلتان الوسيطيتان او بيسموها الصورة البرامترية يجي ما سيقول لي او حد من نييرة او الطلبة الممتزين اللي معنا يقول لي يا مستر ما عالش كده اقول لي هو يعني ايه السلسة بيتها صورة برامترية هقول لك عشان اجيبت السين والصاد خلال البرامتر الاسمه كاف برامتر يعني رمز متغير ان السين والصاد جبتهم بدلالة كاف فازن دي اسمها صورة برامترية او صورة وسيطية طب ليس امبتوها معادلتان ووسيطيتان عشان هي الوسيط بين الصورة المتجهة والصورة الكارتزية قال لك لو انت عايز الصورة الاحداثية او الكرتزية دي ممكن تجيب الكافل واحدها من يعرف جيبي كافي لوحدة ڤشكرك الي بتجاوب معي ودي السني لناحظ الثاني يا مصدر. بطبا سيد نقس واحد وبعد نقسم على الالف. ليه ؟ عشان يجيبي الكافي واحدة. انا تقول انت عايزة كافي لوحدة. نفس الكلام هنا. هات الصور هاتي السور هاتي الكافي لوحدة صاد نقس صاد واحد ونقسم على البي. هي دي مش كاف ودي كاف مش بعيد اتنين بيساوه بعض? اه هذه بها اسمها الصورة الكارتزية. سين نقس بيتسوي التالي على التالي آه فانهاقسم صد ناقي الساد واحد على سين ناقي السين واحد آه بتسوي ايه على ايه بيه على آلف مقدم على مقدم يسوي تالي على التالي يسوي بيه على آلف مين فاكر بيه على يه عالف انهاده يقول النسبو ايهسم مسلا بالتل alum toxicity عريف المين فارق س dir صاد ناقي الساد واحد على سين ناقي سين واحد بتسوي المين ايوه ما هي دي صورة كارتزية او الثلاث صورة مستر عهد سنطلع بط aperture قابل ما تكفي حاجة تاني برديني مسألك أسهل علي طبعا اوجد الصور المخالفة لمعادلة الخط المستقيم المار بالنقطة واحد ولا اثنين وتلاتة ومتجه اتجاهه هو سلب واحد واربعة يعني أنت بدي لإيه؟ مديك نقطة بيمر علي متجه موضوعها اثنين وتلاتة مديك متجه اتجاهه سلب واحد واربعة إيه دا؟ دا ما فيه سؤال سؤال كده سهل طبعا من طبعا السؤال دا مشي في انتحان دا أنا بقدلعك بس يبقى إذن إيه بقى متجه اتجاهه لا؟ أو متجه اتجاهه هو تعال بقى نشوف مع بعض نحل الزه القانون بيقول لي ريه بتساوي أجيب النقطة لنا جيبتها زائد كاف احط اليه وابعدين اعمل اليه وبعدين السؤال خلص دا اسمها الصورة المتجهة بالجد ما تهترس طبعا اسمها الصورة المتجهة لمخط الخط المستقيم دا اسمها الصورة المتجهة لمعارضة الخط المستقيم بس خلص كده يعني مش حل المعادلة أنا ما ي сотنقش حل المعادلة أنا أقول لك اوجد المعادلة فدي المعادلة دقنهم طب أنا عايز معارضة$2 وست Sau تاني. دي اسمها سين وصاد. نكتب الزوج المرتب المسقط الاول. السين بس. سين تساوي. من يقول السينة بكام? اتنين. زائد كاف كام? زائد سالب واحد في كاف يا مستر. يعني هقول هنا سموجة في سالب سالب واحد كاف. طيب انا عايز الصاد. هقول بقى ثلاث زائد اربعة كاف. عايز الصورة الاحداثية او الكارتي زي. اللي بيفهم يشوف ان انا عملت ايه وكان يعمل زي. يعني اعمل ايه مستر? تجيب الكاف الواحدة. ازاي? هوادي الاتنين هنا واسم على سالب واحد. يبقى سين ناقص اتنين على سالب واحد. وجيب الكاف هنا برضو. هوادي التلاتة النحة التانية. صاد ناقص ثلاثة وتقسم على الاربعة. وتقول يتنين بيسوي ايه? بعض. وتعمل مؤسس منها السورة كارتيزية. مش هتعرف تعمل كده ويجيب الكاف لوحدها? عندي قانون ليها. صاد ناقص على سين ناقص. بتسوي الميل. صاد ناقص ايه? ناقص النقطة اللي بديها لتلاتة. وصيد ناقص ايه? اتنين. بتسوي الميل. احنا قلنا الميل بيسوي ايه? به على الف. به على الف. يبقى يا مستر بتسوي اربعة سالب واحد. لو انت بصيد كويس على نحن خابته هنا. او اللي مكتوب هنا هتليم لتنين زي بعض. صاد ناقص ثلاثة على سين ناقص واحد. صاد ناقص ثلاثة على سين ناقص اتنين. بتسوي اربعة على سالب واحد. بس ننسيبش الصورة كده. هنعمل حاصل ضرب الترفين يساوي حاصل ضرب بالوسطين. اربعة في سين باربعة سين. واربعة في اتنين بتمانية. سالب واحد في صاد. سالب صاد. سالب واحد في سالب تلاتة موجب تلاتة. ونجمع السين مع بعض. يبقى اربعة سين زائد صاد. دخلت تلاتة جوة مع السالب تمانية. يديني سالب حداشر تسوي الصف. اه دي اسمها الصورة الكارتزية او معرض الخط المستقيم اللي مفهود انت اعرفها. ودي اسمها الصورة البرامترية. ودي اسمها الصورة المتجهة. لمعادلات الخط المستقيم. ودي الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم. قبل ما سيب الكلام ده عايز اأكد عليك شوية معلومات. لو انا بديك مستقيم لصورة متجهة وحبيت تجيب اتجاهه وتحبيت تجيب ميله اجيبه باللي جنب الكاف ده. شايفي الجنب الكاف ده? اسمه متجه اتجاهه. اللي هو الفه به. لو انا عندي صورة برامترية وحبيت اجيب متجه اتجاهه او الميل اجيبه اللي جنب الكاف فرد. اجيبه اللي جنب الكاف فرد. لو انا عندي صورة إحداثية وعايز أجيب متجه الانتجاه أن المقامات أو سالب معامل سين على معامل صدو أنت عارف مستر بررح بقى ودينا شوية أفكار كده حلوة كده عشان أفهم معاه هو الدرس كده خلص خلص بس بقى في حاجة اسمها حالات خاصة في حاجة اسمها أفكار مهمة هناخدها مع بعض ودرس زي الفل سؤال تاني برضو عشان نفهم الدرس أكتر اوجد السور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم المار بالنقطة إذا لم تديني نقطة على طول هوق يبقى شوف سؤال سهل إزاي وميله تبديني الميل كمان آه سالب أربعة على خمسة قلنا عشان أجيبه على الصور كلها لازم يكون عندي نقطة النقطة موجودة يا مستر سالب اتنين واحد وقلنا لازم يكون عندي متجه اتجاه مويا مستر لما تديني الميل كان لك بديني متجه اتجاه فهو له بقى اللي به هو هو بقى مستر السالب حطه فوق لتحت مش فرقة معايا كله صح يبقى السين خمسة والصات سالب أربعة مستر ينفع قول سالب خمسة واربعة ينفع لعلمك ينفع تقولها عشرة وسالب تمانين عادي ايه ده بجد؟ اه اضرب في اي رقم يا جيبك ده متجه حسب الاختيارات اللي عندك عندي نقطة متجه موضع النقطة وعندي متجه اتجاه الخط المستقيم يبقى الصورة المتجهة بتسوي ايه؟ رهي بتسوي النقطة زائد كاف متجه اتجاه المستقيم طب انا عايز اجيب يا مستر الصورة البرامترية بنجيبها من الصورة المتجهة سين تساوي سالب اتنين زائد خمسة كاف وصاب بتساوي واحد ناقص اربعة كاف حبيت اجيب الصورة الكارتي زيه عايزك تقول لي بقى اني احسن تجيب الكاف لوحدها وتساوي ببعض ولا القانون اللي احنا قلناها صدنا الصد واحد على سين ناقصين واحد بتساوي المين اشوف كده اراءكم وانتوا معي عشان مستر اشرف يقول لي مين اه كل واحد يقول لي رأيه ايه يعني لو انا جبت الكاف لوحدها اودي الاتنين ناحية التانية تبقى سين زائد اتنين على خمسة وهنا هجيب الكاف لوحدها اودي الواحد صد هنا يبقى صد ناقص واحد على سالب اربعة وبعد هنا ساويهم الاتنين بعض ونسمع الصورة الاحداثية او الصورة الكارتي زيه نعمل مص سالب اربعة صد ناقص تماني خمسة صد ناقص خمسة دخل دول هنا او هنا براحتك مش فرقة يعني ينفع اجيب الاربعة صد هنا ما طبعا ينفع لو جبت الاربعة صد هنا تبقى موجة باربعة صد زائد خمسة صد والتباني دي بسالب تروح بموجة بيبقى موجة بتمانية وسالب خمسة ها يديني موجة بثلاث ادي الصورة الكارتيزية ودي اسمها الصورة البرامترية ودي اسمها الصورة المتجهة لمعادلة الخط المستقيم تعال بقى اتبعي الله معنا نيرا ومصطفى عاطف ويسا جاوب صح طب رأيهم قالوا رأيهم يا مستر انهي صورة احلى نجيب الكاف كده لوحدها ولا نكتب القانون صدنا الصد واحد على سين نائس بين واحد بتساعد عم سين نشوف رأيهم يعني الواحد يجيب الطالب بالنسبة له اسهل ان يجيبوا الكاف لوحدها ويساون ببعض زي ما أنا ب Tackle ولا يكتب القانون ان هو صدنا الصد واحد على سين نائس بين واحد بتساو الميل لما ههدي رده يا مستر لبقى بلق دي عاط نعم وبرضه هنهديهم مسألة تانية يلا بقى وحاول نحل مع بعض يلا شوف بقى الطلبة اللي كانوا مركزين معنا من أول الحصة السؤال بيقول لي اوجد معادلة مستر تقال معادلة لو السؤال اختياراتي بقى انت اتحدد الصورة حسب الاختيارات اللي عندك هي متجهة ولا برامترية ولا صورة كارتزية لو السؤال ما قال لي هاته اللي انت عايزه او هاتهم كلهم اوجد بس لما يقول لي معادلة واحدة باستكفائية اوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة واحد واربعة ويصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها زاوية قياسها تلاتة بايع الاربعة ايه يا مستر انت بديلي النقطة فين يا مستر متجه للاتجايب انت ما حضرتش بقى ما هنه بديك الزاوية بيصنعها مع اتجاه الموجب لمحور السينات لو شلت الباي وقلت مئة وتمانين تلاتة في مئة وتمانين على الاربعة اتنى مئة خمسة وتلاتين درجة وانت عارف ان الميل بيساوي الزاوية يعني زاوية مئة خمسة وتلاتين بتطلع سالب واحد واي حد ما روش مقام مقام واحد وادام عند الميل بتعرف تجيب متجه اتجاهه طبعا يبقى واحد وسالب واحد ولو قلت سالب واحد وواحد صح ده كده متجه اتجاهه الخط المستقيم ده طبعا مستر عمليه بعد كده نبدأ بقى عندك متجه الاتجاه وعندك النقطة نقدر نجيب اي معادلة يعجبك هقول ريه بتساوي قاف ليه واحد واربعة زائد كافية عايز اجيب صورة متريهات عايز اجيب صورة كارتزيهات اللي انت عايزه اعمل انا جيبت صورة متجهة واكتفيت بكده ان هو اللي هات معادلة واحدة تاخد سؤال تاني اوجد الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم المار بالنقطتين انت بديني نقطتين ليه هنشوف دلوقتي هنا تلاتة وسالب واحد وسالب اتنين واربعة اي طالب جدع وعسل زي الناس اللي معانا كويسين دول يقول لي يا مستر على فكرة انا بحس ان المسائل حدك بتشرحها دي ده نفس المسائل اللي اخدنا اخدها في تلتة عادي بالزبط جدع يبقى انا مشكلتي فين في النقطة والحمد الله عندي اي نقطة اختار اللي تعجبني وليه اكون الاول في مشكلتك في متجه الاتجاه واحد بقى ممتاز وجدع وزي الامر يقول لي على فكرة مستر انا ممكن اجيب لك اجيب لك متجه الاتجاه ازاي قال لي مش دي نقطة عن المستقيم قلت له ودي نقطة عن المستقيم وحضرتك وانت بتشرح وتهمتنا متجه الاتجاه قلت له اي قطة عن مستقيم موجهة اقدر امسلها عن المستقيم يبقى متجه المستقيم ده قلب به يعني به ناقص آله صح اجابة صحيحة يبقى ايه ده هو عبارة عن به ناقص آلف طبعا بتاني قلبين فهقول قلب ناقص به طبعا لان المستقيم ماشي في الاتجاهين يبقى هطرح به ناقص آلف تعالي اطرح به ناقص آلف كده هلا هقول بقى سالب اتنين ناقص ثلاثة سالب خمسة اربعة ناقص ثلب واحد يديني خمسة سالب اتنين ناقص ثلاثة سالب خمسة اربعة ناقص ثلب واحد خمسة جبت المتجه الاتجاه واحد يقول له همسلها كنتش هعمل كده مرة كنت هتعمل ايه قال له همسلها كنت هعمل زي اعداد دي كده وامسك المسألة واجيب الميل الأول واقول الميل فرق الصداط على فرق السنات طب وريني كده بتعمل فرق الصداط أربع نقل سلب واحد بكام أربع نقل سلب واحد خمسة وفرق السنات سلب اتنين نقل سلب سلب خمسة طب ما هذا اللي مكتوب ما هو 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 ما هي هي بس أنا عايزة أفهمك السنوي بقى عايزة أشفاك المتجهات بقى استغل المتجهات عندي نقطتين على الخط المستقيم أقدر أجيب متجه اتجاهه من خلال أي قطع مستقيم واجهة تعجبني قالب به قطع مستقيم واجهة وأنا عارف أن قالب به قطع مستقيم واجهة بتساوي به نقس ألف يبقى ساعدتها لو أنا عندي الميل يبقى متجه للاتجاهة سلب خمسة وخمسة زي ما أنا جبت بالظبط طيب أنت عايز هي عايز سور كلها يبقى هنقول الصورة المتجهة ره بتساوي متجه اتجاه النقطة زائد كافية ولو عايز صورة برامترية سين بتساوي سين واحد هقول بقى سلب واحد زائد خمسة كاف عايز سورة يحدثية أنا بجيبك حيب بجيبك كاف جدا سين ناقس ثلاثة على سلب خمسة هتساوي ساعد زائد واحد على خمسة هنعمل ماس جبت السورة الكارتزية وطلعت السورة هطلع في الآخر ساعد زائد سين ناقس اثنين دو سور الصور الكتب بقى بتقعد تكتب لك حالات خاصة عشان خطرة تساعدك في إيجاد الاختيار الصحي بسرعة وانتو تحفظ بس انا رأيي الشخصي ما بحبش الحفظ يعني ايه يعني لما اقولك اوجد من غير ما اقولك ان ده خانون اوجد معادلة الخط المستقيم المار بنقطة الاصل وميله نص وعايز الصور كلها تعرف تحل من غير ما اقولك ان ليه حالة خاصة اي طالب جدع يقول لي اعرف حل طبعا ليه مهمستر النقطة اللي عندي هي عبارة عن صفر وصفر وعندي المتجه لاتجاه اتنين وواحد فهتبقى رهب تساوي رهب تساوي مش زائد رهب تساوي صفر وصفر ولما اجمعها زائد حاجة منهاش ايه الصفر ده محايد جامع ما انا بقول قاف زائد طب لما اجمع متجه صفري زائد اي حاجة هللي لازمة المتجه الصفري لما نجمعه زائد الف هيديني الف ودخلنا في المتجهات يعني كأن رهب تساوي صفر وصفر منهاش لازمة فهقول بقى كاف ايه بس ايه ده يعني هي الصورة بس كده وخلاص سيئة لا مستر خلال براماترال الاول السين بتساوي اتنين كاف ايه ده فين سين واحد ما هي صفر طب والصاب بتساوي ايه اتنين سأل واحد كاف اللي هي كاف طب لو عايزة جيب صورة احدى سيئة احنا قلنا نجيب الكاف الوحدة سين على اتنين ونجيب الكاف الوحدة صاد على واحد هنعمل ايه معصر بص كده صاد اتنين او صاب بتساوي نص سين مش ده اللي احنا كنا بناخده قبل كده صاب بتساوي ميم سين بس مفيش جيم ده اللي خدنا في ثلاثة عدد هي هي طب مستر خلالها صفرية برحتك مستر ينفع قول اتنين صاد بتساوي سين ينفع تقول اتنين صاد بتساوي سين ودخل السين جوه تبقى اتنين صاد ناقصين تساوي صف ادي الصورة اللي هي انا صورة كارتزية خدت بالك بقى الصورة الكارتزية اللي المستقيم من روض القصل بيبقى مفيش ثابت يعني بتساوي صف في سين وصاده بس لابد لو جالك اختيارات ويقولك هتأني معارض خط المستقيم الطبور بنقطة في الاصل هتختار لو هي كارتزية تختار اللي فيها الساب فيها سين وصاد بس لو هي برامترية تختار اللي فيها كاف بس ما فيها السي ما فيها الشرق ما فيها السوابت تختار اللي ما فيهاش نقطة في المستورة المتجهة يعني انا مش محتاجة اكتب لك ان ده قانون تحفظه زي برضو سؤال تاني برضو بعض المدرسين بقول عليها قوانين بس انا ما بحبش اقول القانون بحبش اشوف مخك بيفكر ازاي اوجد معادلة الخط المستقيم المار يلا انا هكتب السؤال ده من غير ما اقولي القانون بتاعه وهستنى شوف مين فيك وعارف يجعبه المار بالنقطة خدناه في الوحدة لأولى المتجهات لو انت بتحضر معنا وبتسمعنا المار بالنقطة ثلاثة واثنين ويوازي محور السيناء عايز الصورة المتجهة الاختيارات كلها بالصورة المتجهة وبعدين هنجيب البرامترية وبعدين نجيب الاحداثية انا ما قلتش الكارتزية الاول لان انا عارف ان انتوا عارفينها من سنة ثلاثة عدد عايز المتجه يلا انا مستني شوف مين جاوب كده معايا يلا بقى انا خش اتكلم مستر انا انا عندي قاف انا ما قلتش هدي القانون مش هدي القانون ليه لان انا عايز بخك يشتغل عايز تنمي مهاراتك كفاية حفظ مش عايزين نحفظ عايزين ينمي المهارات بتاعتنا عندي قاف تلاتة أو اتنين عندي متجه اتجاه ما عنديش يا مستر انت بتقول لي وزي محور السنات انا اخر حاجة عرفتها ان الميل بصفر لا مش عايزك تقول الكلمة دي يعني ايه كلمة يوزي محور السنات يعني متجه اتجاه المستقيم هو نفسه متجه اتجاه محور السنات طب مين فكر الدرس اللي احنا اخدناه اللي كان فيه حاجة اسمها متجهي وحدة اساسيين واحد في اتجاه محور السنات الاساسي واحد في اتجاه محور السنات الاساسي يعني اصلا محور السنات ليه متجه اتجاهها اصلا احنا اخدناه اه من قاله بقى من سمعني صوته واحد وصفر وده في اتجاه محور السنات طب لو كان في اتجاه محور السنات صفر واحد والعلمك هو هو مش عايز تقول ان يوزي حسنات الميل بصفر ولم يروش مقام مقام واحد يبقى متجه اتجاه واحد وصفر هي 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 يبقى لو انا عايز صورة متجهة اقول بقى النقطة زائد كاف في متجه اتجاه محور السنان بس خلاص عادي يعني يبقى انا مش بمتجه احفظ قانون ليه طب لو عايز صورة احداثية صورة برامترية هقول سيم بتساوي ثلاثة زائد كاف وبعدين وهقول صاب بتساوي اتنين اذا فاكر دي فاكر دي فاكر دي اه مستر كان بيقولك في تلتة عدد دي لو انا عايز يوازي محور السينات لو عايز مستقيم يوازي محور السينات المعدلة فيها صاب بس وكنت بقول صاب بتساوي اتنين وهذه هي دي الصورة الكارتزية اصلا صاب بتساوي اتنين نسمها كده لان اصلا هنا مش هقدر اجيب كاف وتساوي بكاف لان هنا تكاليها كاف قيمة لان هنا مفيش كاف اصلا هنا ثابتة هنا الصابت مقدار ثابت وكلمة مقدار ثابت يعني ما بتتغيرش ودي اصلا اسمها علامة في الخط المستقيم الخط المستقيم سابة 6 و 2 دي علامة ان هو قميع النقاط الاحداث الصادئ بتاعة اتنين يعني اقولت لك سابة 7 و 2 هاتلي نقطة على المستقيم ده هتقوللي 1 و 2 هتقوللي 5 و 2 سليب 7 و 2 10 و 2 لو قلتلك رسمه تقوللي يا مستر ده خط المستقيم يوازي محور السينات ويقطع الصادئ عند 2 عشان قيمت الصادف دايما تبقى سابة عبتتغيرش فيبقى الصادب اتنين كده انا فهمت فهمت تعرف ترس وده المفروض الطالب يتعلمه من المرحلة الأدية والسنوية وبعض بيكملوا بعض بنفتح مخك أكتر بنفهمك مش بنخفز يبقى أنا كده مش محتاج تقول لي يا مستر قانون ليها أنا خلاص فاهم وأقدر أجيبك المعادلات من فهم للدرس الأساسي نفس الكلام بقولك عايز معارض الخط المستقيم المار بالنقطة يلا بقى مش هحل دي أنا عايزك تحلها أنت المار بالنقطة السالب واحد وثلاثة ويوازي محور الصادات عايز الصورة المتجهة وعايز الصورة البرامترية وعلى الصورة الكارتزية يلا بغير محل من يقول الصورة المتجهة يلا شوف أنا هكتب بقى شوف من كتاب قبلية قلنا النقطة سالب واحد وثلاثة زائد كاف متجه اتجاه الصادات يا مستر احنا فهمنا من نقلات صفر واحد ولو عايز يا مستر صورة برامترية هقول إن السين بتساوي سالب واحد وده مقدار سابت يعني المستقيم ده سين في سبتة بتتغيرش يعني مستقيم يوازي محور الصادات عنده سين بتساوي سالب واحد وصاب بتساوي تلاتة زائد كاف ولو عايز الصورة الكارتزية هي سين بتساوي سالب واحد لأن السين سابتة ولو رسمتها هرسمها خط مستقيم يوازي محور الصادات عنده سين بتساوي سالب واحد يعني معنى الكلام ده إن قيمة سين سابتة ما بتتغيرش سالب واحد يعني لو سلبت منك نقطة موجودة على المستقيم ده هتقول لي خمسة وسلب واحد صفر وسلب واحد اتنين وسلب واحد عشرة وسلب واحد هتعنا اخد سؤال تاني اوجد الصور برضو انت اخدتها معايا النهاردة لو انت قاعد مركز معايا في الحصة هتعرف تجاوب على السؤال ده من غير مغششك اوجد الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم المار بالنقطة سلب ثلاثة واثنين وعمودي على المتجه نون اللي هو واحد واربعة يعني نون ده يعتبر متجه عمودي عليه يعني المستقيم ده مش متجه اتجاه وانت بتقوله عمودي هنتشال بغير الاشارة جدع جدع بس ما تسرحش قوي شوي بس صح جدع قف تساوي سلب ثلاثة واثنين انا مش عايز نون مش عايز العمودي انا عايز متجه اتجاه وفعلي عايز اعرف المستقيم ماشي ازاي انا قلنا بقى نغير ونشأل سلب واربعة واحد واللي يقول لي اربعة وسلب واحد برضو صح عايز الصورة المتجهة هكتب النقطة سلب ثلاثة واثنين زائد كاف في متجه الاتجاه سلب اربعة واحد عايز الصورة البرامترية تعرف تجيبها عايز الصورة الكارتزية هتعرف تجيبها يبقى لما يديني مسألة ويديني معايا صورة برامترية وصورة كارتزية اقدرحي برضو سؤال تاني هعملولك قانون بس الاول هدهولك كأني ما قلتلكش كأني ما شرحت لكش القانون ده وعايز اشوفك انت هتعرف تحيل السؤال ده معايا السؤال يقول لي اختر اللي جابة الصحيحة ايه وجد طول الجزئين اقمنيك تعايز ادي غير كده ولا اقول لك اذا هدهلك العكس ههديك انا طول الجزئين المقطوعين من محور الصدات والسينات وهطلب منك معارضة الخط المستقيم اتعرف تعلق لا لا وديك اختيارك كمان تاني يا مستر اوجد معادلة الخط المستقيم الذي طول جزئين مقطوعين مقطوعين من محوري الاحداثيات على الترتيب هما تلاتة واربعة هما تلاتة واربعة مع محوري السينات والصادات على الترتيب يعني التلاتة بتلاتة مع السينات واربعة ومدين اختيارات اربعة اول اختيار ثلاثة سين زائد اربعة صاب بتساوي خمسة تاني اختيار بيقول لك سين على الثلاثة زائد صاد على الاربعة بتساوي سبعة الاختيار اللي بعده سين على الثلاثة زائد صاد على الاربعة بتساوي واحد الاختيار اللي بعده بيساوي اربع سين زائل تلاتة صاد بتساوي سبعة ولا بتساوي ستة ولا بتساوي اربعة ولا بتساوي واحد عايز يا مستر بقولك ان المؤهد اني خط مستقيم دون تجيبوني كله بصورة كارتزية اللي بيقطع جزئيته طبعا اللي هي ذاكر القواني هنقده كمان شوية هيقرى في حل بمجرد النظر لجلال نفس ما تحفظ القواني نفس جبها لوحدك ايه المشكلة يعني اتعلم وانت اللي تستنتل القانون انا عايز ايه يا مستر تولي جزئين المقطوعين انت مديني تولي جزئين المقطوعين طبع انت وقلت ليش موجب ولا سالب من الاتجاه الموجب يعني التلاتة والااربع بتعوف الاتجاه الموجب اه طبعا انت كلمة النمية المستقيم لما بيتلسم قطع من الموجب تلاته سين وقطع من الصاد اربعة في الموجب يبقى انا كده عارفت النقطة دي يبقى انت كأنك مديني نقطة ع السنات اسمها ثلاثة وصفر وكأنك مديني نقطة ع الصادات اسمها صفر واربعة يعني عندي نقطة ممكن اجيب معرض الخط المستقيم ازاي بقى تجيب قال لي يا مستر اجيب لك متجه اتجاه وبهنائس آلف اطرح لاتنين من بعض من يقولي بهنائس آلف يعني هقول صفر نائس ثلاثة وهقول اربع نائس صفر نائس اتجاه ادين اربعة ايه ده انا جيبت متجه اتجاه وممكن اجيب الميل كمان طب انا عايز يبقى كمان عايز الصورة الاحداثية نكتب بقى القانون بتاعها لطول صاد نائس على سين نائس بتساوي الميل من يقولي صاد نائس ايه اختار اي نقطة عجبني اي نقطة همستر بشارقة اه طب انا عايز اختار دي اختار سفر وتحت ثلاثة وهنا كام الميل اللي هو هتبقى اربعة لسالب ثلاثة تعرف تعمل ماس اه اعرف اعمل ماس هتبقى اربعة سين نائس اتناشر بتساوي سالب ثلاثة صاد هل دي موجودة هنا لا دي مفيش الناشط خالص طب ودي دي الناحية التاني يبقى اربعة سين اربعة سين زائد ثلاثة صاد وطلع الاثناشر بره مستر اربعة سين زائد ثلاثة صاد ايه لا دي يارو ثلاثة سين اربعة سين زائد ثلاثة صاد ايه اكيد يا مستر انت نسيت اتنين لا يا حبينا ننسيتش الاثنين يا ده بالحال ده مش موجودة لا مالدي انا من مستبعدها اللي مستبعيدة مانحس كده نهاية غلط مين قال هو دي واحد نقريك نخلي لده واحد زيها يعني عامل ايه يقسم المعادلة كلها على الاثناشرة مين يقسم معايا اربعة على الاثناشرة الديني تولت مين يقسم معايا تلتة على الاثناشرة الديني اربعة مين يقسم اثناشرة ايه ده الله ده هي دي هيا دي مطلوبة من غير ما تعرف القرآن للسؤولات دلوقتي في يبقى انه يقطع جزء طوله ألف من محور السينات ويقطع جزء طوله به من محور الصدات وعايز تجيب معادلة تقول سينة على ألف زائد صاد على به بتساوي ايه واحد يبقى تاني المستقيم لما يقطع جزء طوله سينة من السينات بيكتبه تحت السين ولما يقطع جزء صوره صاد يبقى كتبه الصاد يعني لما قلتلي المرة اللي فاتت بيقطع جزئاي تلاتة واربعة هقولي المعادلة سينة على تلاتة عشان موجة بحطها موجة بتلاتة ولو سالي بحطها سالي بتلاتة اقوله صح وهنا صاد على أربعة بتسوح ادي المعادلة المطلوبة بعد ما استنتجتها انا كطالب مش حد تاني استنتجها لي انا اللي استنتجتها وفهمت السؤال وزي الفل والحمد لله طرح سؤال سهل جدا ودرس جميل ناخد مسائل بقى فيها شوية أفكار مش هناخد بقى مسائل عادية دايما دايما كده ناخد مسائل كويسة وفيها أفضل السؤال بيقول لي اوجد قياس الزاوية المجابة التي يصنعها الخط المستقيم تلاتة سين زائد اتنين صاد زائد ستة بتسوح صفر اوجد الزاوية المجابة مع الاتجاه المجاب للمحور السنة عايز الزاوية اللي يصنعها المستقيم ده مع الاتجاه المجاب للمحور السنة وبعدين عايزي كمان ثم اوجد احداثيات ثم اوجد احداثيات النقطة تقاطعه محراسيات يعني عايز ايه؟ عايز تقاطع المستقيم ده مع محور الاحداثيات. عايز يعرف بيقطع السنات في ايه؟ ويقطع السلطات في ايه؟ دعنا نبص مع بعض. والسؤال جميل جدا وسحي. تعال اول خطوة هو عايز الزاوية. المفروض الزاوية عشان اجيبها محتاج الميل يا مستر. يبقى اجيب الميل. مين فاكر الميل بيساوي ايه؟ الميل يا مستر سالب معامل سين على معامل صاد. ملتعبناش يا مستر. طب مين يقول الميل احنا قلنا بيساوي ايه؟ زاهي. بيتساوي بيتساوي على الاتنين. ايه ده؟ الزاوية ليه؟ اسمع مني وعتنسى اي خط مستقيم بيصنع يا زاوية حدة يا زاوية منفرجة معامل محور السنات. وعايز الموجب يعني المستقيم لو مرسوم كده يبقى دي زاوية حدة. طب لو مرسوم كده تبقى الزاوية دي منفرجة. يعني المستقيم يصنع حدة يا منفرجة. يعني الزاوية ليصنعها المستقيم يا ربع اول يا ربع تاني. طب مين يقول لي لما يكون الزاوية اللي بيبقى ربع اول؟ لا يبقى اكيد رب تاني بفرضها ازاي بقول مية وتمانين ناعس اي زاوية حدة طب ازاي اجيب الزاوية الحدة شفت يا مستر هقول شفت تان موجب تلاتة على تاني عشان سيت زاوية حدة تلاقيت لي بقالت الحزبة ستة وخمسين درجة وسعتاشر دقيقة اترحل من بعض يديك مية تلاتة وعشر درجة واحد واربعين دقيقة انت جبت ايه كده جبت الزاوية اللي بتصنحها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السنة اللي هي مية تلاتة وعشر درجة واخترتها من اختيارات لان الزاوية سالبة يبقى تقع في الربع التاني طيب يا مستر ما الزاوية سالبة في الربع الرابع برضو قلنا المستقيم هي يسنع حدة يا منفرجة بس طيب عايز هو طالب مني يا مستر في السؤال ده كمان عايز التقاطع مع محوري الاحداثيات يعني بيقطع السين في كام والصب كام ايه رايك نطلع الستة برا نخلاها سلب ستة ليه عشان احاول بقى استغل القانون اللي احنا قلنا تلاتة سيد زائد اتنين صاد طلعنا الستة برا هو قانون كان بيقول ايه ان لازم يكون ده واحد يعني هقسم على السلب ستة اي نعم بتقسم على السلب ستة تلاتة على السلب ستة هيديك تحت كده سلب اتنين سلب نص لما تقسم على السلب ستة يديك تحت كده سلب تلت وده يبقى واحد من يقول لي بقى هيقطع من جزء السينات طوله كام اتنين في السالب يعني لو عايز النقط السؤال كنت طلب مني 지난هاية النقط اللي بيقطع فيها محور السنات والصادات يبقى المستقيم ده هيقطع النقطة من السينات كام يا مستر السالب między 수فر طب هيقطع من السادات كام دي كده السينات طب والصادات هيبقى صفر وسالب ثلاث دي السادات وجبت النقط والسؤال خليص وهيقول لي ان كنتش عايز عامل كده عايش تعمل ايه? قال لي يا مستر انا كنت اخد السينات احط الصاب بصفر. هي هي. حط الصاب بصفر. واسم ده اديك سلب اثنين. وبعد انا كنت عايز الصادات احط الصين بصفر. هي هي. سلب ستة على اثنين بسلب ثلاثة. ابرحتك. بس انا حبيتها واريك. ننهج. اولى سنوبي ايه? ما حدش ننسى القانون ده. صين على الف زائد صاد على به? بتسواحد. ده معارض خط مستقيم بمعلومية. بمعلومية آآ 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 او الجزء المقطوع من السينات والجزء المقطوع من الصدق. تعال نشوف مع بعض بقى فكرة تانية حلوة. ندخل فيها المتجهات. ومعارض الخط المستقيم مع بعض. السؤال بيقول ازا علمت انه الف بتساوي اربعة وسالب ثلاثة. واعلنت ان به سالب ستة وسبعة. واعلنت انه بتساوي خمسة وسالب اربعة. اثبت ان ندخل على استقامة واحدة باستخدام المتجهات. ودي شوحنا المرة اللي فاتت. اثبت باستخدام المتجهات. طبعا مقالة اكيد هيطلب منك كده. اكيد لو السؤال ده مقالة. فيه سؤالين مقالة في الهندسة. اكيد هيطلب منك كده. يضرب على الصفرين بحاجة. يقول لك اثبت باستخدام المتجهات ان ندخل على استقامة واحدة. ثم اوجد معارض الخط المستقيم. اوجد الصور المختلفة لمعارض الخط المستقيم المار بها آلف وهو جيم. طب مين فاكر بقى ازاي نسبة ندوله على استقامة واحدة باستقامة ده من المتجهات. دو حد يقول للميل. الميل ده لا باقولكش من المتجهات. ينفع الميل بس انا باقولك باستخدام المتجهات. فانا باستخدام المتجهات بنجيب المتجهة آلف به. ونجيب المتجه به جيم. ونشوفهم بيوازوا بعضه علاء. مين يجيب آلف به؟ به ناقص آلف. به ناقص آلف يا cultural. أدي ناقص بخمسة ناقص سلب ستة. يديني حداشر. وسلب الاربعة ناقص سبعة. يديني سلب حداشر. تعال با انشوف له لو بيوازوا بعضه على لا. مين ستفكر به يوجد بعض. اقسم سين واحد على سين اتنين. سلب عشرة على حداشر يعني. سلب عشرة على حداشر. ونسب ساد واحدUI على ساد اتنين. عشرة على سلب حداشر. هددني سلب عشرة على حداشر. زين اديني Gary – زي مشتركة بينهم مش معنى كأنه ألف وباء وجيم على استقامة واحد بين متجهاتهم طبعا مثلا انت بتقول عايز الصور المختلفة على خط المستقيم النقطة عندي ثلاثة الحمد لله فين بقى متجه للاتجاه حضرتك جبت وانت بتزبط فين ده وانا مش قلت لك اي قطع مستقيمة موجهة موجودة على الخط المستقيم تمثل متجه اتجاهه اي ده يعني اللي ايه اقول ان هي سالب عشرة وعشرة اقول لك اه هي دي اي قطع مستقيمة موجهة هي دي ايه فانا بقى عندي نقاف وعندي اتقدر تجيب بقى متجه او الصورة المتجهة اه ريه بتساوي النقطة اللي احنا اخترناها دلوقتي يا مستر اربعة وسالب تلاتة زائد كاف في متجه الاتجاه اللي احنا لسا جايبينه برضو حالا لواسالب عشرة عشرة يبا انا جبت الصورة المتجهة واقدر بعد كده اجيب كل الصور اما يطلب مني اي سؤال اقدر اطلب تعال برضو ادي كم سؤال كده حلو جميل في الاسئلة اللي الاختيارات بتيجي ازاي على الدرس ده نشوف السؤال يجي يقول لك اذا توازى اختيارات سؤالك اختر الاجابة الصحيحة اذا توازى المستقيم لام واحد عندي مستقيم اسمه لام واحد مار بيمر مار بالنقطتين تلاتة وصفر وصفر واثنين والمستقيم لام اتنين اللي هو المعدلة بتاعته صاب بتساوي الف سين ناقص ثلاثة عايزة اتوازل اتنين دول عايز الاف مستقيم يوازي لم واحد لما يوازي لم اتنين يبقى من الاول بيسوي ميل التاني اه او متجهة تجاه التاني اه يبقى اصلاح حضرك يا مستر بنهاجيب الميل هنا بيوازه بعض مظبوط من يعني في جيب من الاول فرق الصادات على فرق السناء اتنين ناقص صفر اتنين وصفر ناقص ثلاثة ثلاثة من يعني هجيب من التاني دي صورة اصلا اخذناها في المرحلة الاعادية لما يكون صغب بتساوي ألف سين زائد ناقص ثلاثة يبقى الميل ألف إذا يعني جدت الألف الميل ألف بتساوي سلبة لنعطة لها ده سؤال سهل جدا من عالي والبفروض أنت أخذته في المرحلة العادية وسؤال فمنتهى الجمال والسهولة سؤال تاني يقول لك إذا كان ميل المستقيم ثلاثة ألف زائد واحد سين ناقص اثنين ألف سا زائد ثلاثة بتساوي صفر هو اثنين أو الميل بيساوي اثنين عايز ألف ومديني اختيارات أحل السؤال ده إزاي حاضر يا مستقيم ميل طب ما دي سهل يا مستقيم دي اعداد دي الميل سالب معامل سين يعني أغير السين أغير السين وسيل الصاد زي ما هو صح وبعدين وأقول بتساوي اثنين من يولي نعمل إيه حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين فهقول بقى سالب ثلاثة ألف ناقص واحد بتساوي سالب أربعة ألف نجمع الألف مع بعض لما جيب السالب أربعة نتبقى موجة أربعة ألف يديني ألف هوادي الواحد إننا حتى نعيب الألف بكام بواحد يبقى أنا جبت قيمة ألف السؤال خلص سؤال تاني اختيارات السؤال بيقول لي إذا كان إذا كان متجه إذا كان متجهي اتجاه مستقيمين متعامدين هما مستسنايل أنا نيرا وياسا ومصطفى عاطف ما شاء الله مشاركين معك حل وقوي يعني وجابين معك كويس جدا طيب كويس ما شاء الله هما طول عمرهم مع محش كل حصة بسر كرون بسرعة بيجابهم ممتاز جدا أنا معي صورين حلوين كده سؤال اسماعيل بعد تخلص المثال ده خش معك عناية حاضر يبقى عندي متجهي متجه متجهي اتجاه مستقيمين متعامدين واحد يقول لي يا مستر دي سهلة نعمل ايه قال لي يا مستر مشانا ممكن أجيب ميلو من المستقيم الاول قلت له قال لي بأربعة على الست اللي هو اتنين على التلاتة صح قال لي يا مستر أنا هجيب متجه اتجاه التاني برضو اللي هو ايه هيبقى ميم على التلاتة طب يعني متعامدين مستر احنا ممكن يا مستر نسيب ده زي ما هو وده مدعمه يبقى هو هو بس انشاء لمنغار الاشار اقول له صح يعني هتبقى سالب تلاتة على الاتنين اقول لي اه يبقى انا تاني جبت ميل ده وجبت ميل ده وطبقتك هون انا عارفه من يقول ايه انا عايزة جيبين من يعمل يبقى حاصل ضرب الطرفين بيه ساوي حاصلها بسان اقول تلاتة في سالب تلاتة على الاتنين الجنيه سالب تسعة على الاتنين ونختار الاختيار ده والسؤال خلاص احنا فهمنا اه درس من مستر اسماعيل كويس جدا وعرفنا زي ان يجيب المعادلة وهكذا بس ممكن تجيلي اسئلة معتمدة على حاجات خدناها قبل كده نفس الكلام اللي احنا خدناه النهاردة اه نفسه هو هو بس يدخل معاه حاجات من الترمي الاول حاجات من السنة اللي فاتت وهكذا يعني مسلا السؤال ده بيقول لي ايه سورة النقطة تلاتة وتمانية بالانعكاس في المستقيم اللام اللي معادلته سين زائد تلاتة صاد نقص سبعة بيساوي سفر هي نقط مدين اختيارات احنا عايزين نجيب سورة نقطة من النعكاس صح وإحنا خدنا النعكاس ده امتا ده النعكاس ده احنا خدناه في سنة ستة وفي سنة قولة عدادي صح ها مستدرنا نسيت محا اتفقنا الرياضة ما فيهاش نسيت الرياضة اللي لازم تلم كل حاجة انت خدتها قبل كده لازم يكون عندك فكرة عن كله ما تنسهاش فانعايزك برده كده يكون معك ولو قلم وتسجل معي الملاحظة ده اولا صورة اي نقطة من النعكاس في المستقيم بتكون ايه اللي بتكون النازلة عمودية على المستقيم بنفس المسافة الناحية التانية بص كده معي ادي المستقيم اهو و ادي النقطة الف تلاتة وثمانية اللي صورتها يبقى نيجي الناحية التانية نرسم عمود اهو نرسم عمود بنفس الطول الناحية التانية بنفس المسافة من هنا لهنا من الف لبي هي نفسها المسافة من به لالف شرطة ولازم يكون عمود يبقى الصورة لازم تنزل عمودية بنفس المسافة الناحية التانية طب يا مستقيم ازاي نجيب بقى الالف شرطة دي انا سميتها جيم ودال اجيبها ازاي قال لي تعالى كده مع بعض نحاول نجيب معادلة المستقيم قلب به نحاول نجيبه ماشي يا مستر نجيبه ازاي قال لي اولا انت عندك المستقيم لام اللي هو سين زائل ثلاثة صدنة سبعة سو صفر انا اقدر اجيب ميل ومستر اسميل قال لنا لما يكون المستقيم الثاني عمودي عليه يبقى الميل هنقلب ونغير الاشارة يعني بنجيب معكوس جمع ومعكوس ضربي يبقى انا عندي معادلة المستقيم اهي هجيب منها الميل الميل كان بيسوي سلب معامل سين على معامل صد يعني سلب واحد على الثلاث ادي ميل المستقيم ه vice 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 يبقى ميل قال بال poisonous اللي هو عمودي عليه هنقلب ونغير اشارة يبقى سوي ثلاث يبقى ميل قال بال بالثلاث عندي الميل وعندي نقطة اقدر اجيب المعادلة زي ما علمنا مستور اسماعيي هقول له معادلة المستقيم بتقول ايه صد نائس صد واحد على سين ناقص سين واحد بتسوي الميل يبقى صد ناقص ثمانية على سين ناقص ثلاثة بتسوي ثلاثة حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين قدرت أجيب المعادلة التانية أحل المعادلة الأولى مع المعادلة التانية اللي هجيبها مع بعض لما نحلهم نجيب تقطعهم يديني نقطة به أقدر أجيب إحداثي نقطة به يبقى دي المعادلة الأولى سين زائد ثلاثة صد بتسوي سبعة وقاد المعادلة الثانية هجبها لك اهيه قاد المعادلة الثانية يا مصدر لما يضرب حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين هيديني ثلاثة سين ناقل الصاد يسوي واحد كده عندي معادلتين حلهم تحت بعض جبريا او حلهم بالآلة زي ما علمتك قبل كده تقول موت خمسة واحد في الآلة اللي هي الفضي او موت ثلاثة واحد في الآلة العادية السوداء او في الآلة اللي هي الحديثة خالص البيضاء هتدوس على موت تسعة واحد اثنين انا بقول لك كل الطرق موت تسعة واحد اثنين هيجيب لك معادلتين جابريا دخل معاملاتك هيطلع لك نقطة التقاطع السين بواحد والصاب بثنين اذا يبقى احداثي به عبارة عن واحد واثنين كده عندي ألف وعندي به خلي بالك درجعنا تاني لاحداثي منتصف قطعة مختقيمة اللي خدناها السنة اللي فاتت واللي مستر اسماعيل شرحها في الحلقة اللي فاتت في تقسيم قطعة مستقيمة آية مستقيمة نقطة تقاطع به بواحد واثنين قال لي ماشي البيه منتصف ألف ألف شرطة قلنا النقطة المنتصف كان بتساوي مجموع السينات على اثنين ومجموع السادات على اثنين تمام يبقى انا هقوله كده يبقى واحد واثنين نقطة البيه عبارة عن ثلاثة زائد جيم على الاثنين وتمانية زائد دال على الاثنين هناخد المسقطة الأول مع المسقطة الأول هيبقى ثلاثة زائد جيم على الاثنين بتساوي اثنين حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين يبقى ثلاثة زائد جيم هتساوي اثنين يبقى الجيم هتساوي اثنين مقص ثلاثة هتساوي سالب واحد وتمانية زائد دال على الاثنين هتساوي اثنين حاصل ضرب الطرفين يسوي حاصل ضرب الوسطين تطلع الدال بسالب أربعة إذن يبقى إحداثي ألف شرطة اللي هو مصقة ألف أو صورة ألف بالنعكاس على المستقيم بتاعي لام هتساوي سلب واحد وسلب أربعة أخطار سلب واحد وسلب أربعة بيقول لي هنا إيه إذا كانت النقطة ألف بصفر وصفر هي صورة النقطة بأربعة واثنين بالنعكاس في المستقيم لام فإن معادلة المستقيم لام هي نقط قم الديني اختيرات سؤال برضو جميل ونختم بيه حلقتنا النهاردة مستر سميل بيقول لي إذا كانت النقطة ألف بصفر وصفر هي صورة النقطة بأربعة واثنين بالنعكاس في المستقيم لام خلي بالك أنا بلف ودور برضو نفس الكلام على كلمة الانعكاس معاك عشان أوضح لك بس الفكرة دي عشان لما تيجي في الامتحان تعرف تجاوب معاك قلنا خلي بالك المستقيم بتاعك هيكون عمودي على ألف بأ وإحنا اتفقنا لسألك من شوية ألف صورتها بأربعة لأكاس في المستقيم ده يبقى إذا ألف بأ هيكون عمودي على المستقيم مظبوط مظبوط والمستقيم ده هيكون بينصف ألف بأ اللي تمام دول أهم حاجة عندي في المسألة يبقى أنا هقدر أجيب ميل ألف بأ يبقى جبت ميل المستقيم بتاعي يبقى المستقيم لام عمودي على القطع المستقيمة ألف بأ منين من منتصفها عندي حكتنا عمودي وينصف تمام يبقى نجيب ميل نجيب الميل والمنتصف طبعا يا مستر إحداثي منتصف آلف ب خلي بالك دي أهم حاجة دي النقطة اللي هتكون موجودة على المستقيم اللي هتجيب منها المعادلة بل عشان أجيب معادلة المستقيم محتاج نقطة وميل قال للميل هنجيبه عن طريق آلف ب هنجيب ميل آلف ب ونقلب ونغير الإشهار والنقطة اللي هي المنتصف بالظبط أنا جبت نقطة منتصف آلف ب هقول له مجموع السنة على اثنين سين واحد زائد سين اثنين على اثنين يبقى سفر زائد أربعة على اثنين فيها الاثنين وصفر زائد اثنين على اثنين فيها الواحد فيطلع اثنين واحد دي مين دي النقطة اللي بيمر بيها المستقيم اللي بتمتمي للمستقيم تمام أصل المعادلة مستر إسماعيل قالي صد ناقص صد واحد النقطة اللي موجودة على المستقيم بيمر به على سين ناقص سين واحد بتساوي الميل قال ننجيب بقى ميل آلف به هقول له فرق الصدات على فرق السينات صد 2 ناقص صد واحد على سين 2 ناقص صد واحد يبقى 2 ناقص صفر على 4 ناقص صفر هيسوي نص يبقى ميل المستقيم بتاعي هيسوي سالب اتنين نقلب ونغيط إشارة شرط التعامل ميل الأول في ميل التاني بسالب واحد اوعى تنسى الكلام كده أصبح عندي نقطة وعندي ميل هقول يبقى معادلة المستقيم صد ناقص صد واحد اللي هي بواحد مش أي نقطة او اتعوض هنا او هنا اعوض بنقطة يمر بها المستقيم انت كبيرت وفاهم الكلام يبقى صد ناقص صد واحد اللي هي موجودة على المستقيم يبقى صد ناقص واحد على سين ناقص صد واحد اللي هي 2 يبقى صد ناقص 2 بيساوي الميل سالب 2 على الواحد هنحط في المقام هنا واحد وقوله حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الواسطين يبقى المعادلة 2 سين زائد صد يساوي خمسة. في افكار كتير قوي. في حاجات كتيرة. انا بس اقول اتفعت دماغك انك تفكر ازاي في الامتحان. مش شرط الامتحان يجي مباشر من اللي احنا بنقوله. احنا بنقول عشان تفهم المعنى. الامتحان يجي ايه? لازم نفكر شوية خارج الصندوق. اه معلش وقتنا طبعا خلص. وانا مش عقدر اكمل اكتر من كده. لكن في افكار تاني عايزك انت تحل واي مسائل اللي بعتها. انا في النهاية بشكر مستر اسماعيل. وبشكر كل القائمين على هذا العمل الجميل. كان معكم اشرف طلعت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.